الحقيقة في لجنة النزاهة اللجنة فاعلة جداً وجاء نشتغل وتقارير طلعنا وديناها للجهات المعنية وأشخاص الحبسة وأشخاص يعليهم قضايا في عمل لجنة النزاهة واجتماعات لجنة النزاهة بقية اللجان أيضاً تشتغل بقية اللجان لكن نتاج واضح لمجلس نواب أعلى مؤسسته على سلطة بالبلد هناك نقطة مهمة جداً أنت تصور مثلاً حتى يعرفون المشاهدين شنو القصة يعني مثلاً رئيس المجلس النواب السابق وحتى النائب الأول يجي مثلاً التصويت على أشياء معين ما يحتاج يحسب العدد إذا هو الذي يمشي يمشي بدون عدد وعندنا دعوتين أمام المحكمة الانتحادية على هذا الأساس يعني هو حتى النائب إحنا مو بس هذا إرادتنا مصادرة وساكتين هذا معناه خلل كبير خلل كبير بالمؤسست طبعاً إحنا شون صح هذا الخلل يعني إحنا سكتنا؟ لا ما سكتنا أنا هسا أحد اللي طلبته بالدعوة اللي قمتها في أحد المواضيع أنه يكون التصويت الزاماً إلكتروني غير هذا أنت تتصور مجلس النواب إحنا هسا لجتنا زاهة جاي نراقب عمل المؤسسات تدري الفساد اللي عندنا داخل المجلس أكثر من مؤسسات الدولة الأخرى تدري أنت من يراقب هذا؟ تدري فضائيين موجودين داخل المجلس تدري أنت الرواتب مخالفات بيها بالصرف تدري أكو مدراء ما لهم دوائر داخل المجلس يعني أنا طرحت هاي الفكرة قلت إحنا جاينا نراقب المؤسسات ليش تترك؟ رقابة مؤسساتنا هذا موجود